السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم 5 جوليا 2020 هي الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر ما يسعني إلا أن أهنئ كل الجزائريين جميعا وأتمنى الخير لبلادنا وأدعو الجميع حاكما ومحكوما وكل واحد حيث ما يتواجد وحيث المسؤولية التي يتولاها أن يتحمل كامل مسؤولياته فالجزائر هي أمانة الشهداء في عناقنا يجب أن نحافظ عليها والحفاظ عليها لا يكون بالشعارات البراقة فالعمر يجري والسنون تمر وإن لم نكن في مستوى هذه التقلبات التي تعرفها البشرية فإننا سنفقد طراثنا وثرواتنا جميعا علينا أن نجسد الاستقلال في الأفعال وليس في الكلام علينا أن نحقق ما حلم به المجاهدون وحلم به الشهداء المتمثل في العيش الكريم للجزائريين يجب أن يعيش الجزائريون كرما وفي عزة ببلادهم أن نحقق لهم كل ما يصبون إليه فالجزائر ليست كلمات تقال والثورة ليست شعارات تقال والاستقلال ليس كلام فارغ يردد في الهواة وفي المناسبات بل يجب أن يتجسد في الأفعال فكما كان في زمن الاحتلال للجزائر رجال حرروها من الغزاة فزمن الاستقلال أيضا يجب أن يكون له رجال يواصلون رسالة المجاهدين والشهداء رسالة أول نظمبر الخالدة التي تجسدت في ذلك البيان التاريخي الذي حدد هوية الدولة ومبادئها ومستقبلها وواقعها وما تصب إليه إذن هنيئا لنا جميعا بهذه المناسبة التاريخية ونسأل الله تعالى للجزائر الخير وللجزائريين الأمن والاستقرار وندعو السلطات أن تكون في مستوى المسؤولية التي تبوأتها لو لا تضع الله تعالى ثم تضحيات جسام من رجال صدقوا مع أحد الله عليه فمنهم من قذ نحبه ومنهم من ينتظر وبإذن الله علينا أن لا نبدل تبديل فالجزائر أمانة في عناقنا الجزائر عظيمة أخطأنا بحقها جميعا بلا شك وعلينا أن نكون في مستوى التحديات القادمة لأنها ليست كما نتوهم ولا كما نتخيل بل هي صعبة ومعقدة وتحتاج لنا أن نكون على نبض رجل واحد من أجل وطن واحد ومن أجل راية واحدة ألا هوية على مستوى التحديات سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر